موسيقى نساء الخير للجميع نهار اليوم كانت الأجواء باردة وأيضا غالبا غائمة في أغلب المناطق في حين حطلت أمطار متفرقة في العديد من المناطق الشمالية والوسطى بحمد الله والآن في منطقة السلط الأجواء غالبا غائمة مع زخات من الأمطار كما نشاهد ودرجات حرارة هي عبارة عن 8 درجات مئوية أو حوالي 8 درجات كذلك الأمر مع درجات الحرارة التي نشعر بها الرطوبة مرتفعة لهذا الوقت وهي حوالي 72% وحركة الرياح تكون غربية والآن مع درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة وأيضا لنهار الغد وكما تعودنا نبدأ من المناطق الشمالية في إربة 8 درجات إلى 16 درجة المفرق 3 إلى 14 و3 إلى 8 درجات في رأس منيف وكما نشاهد هناك زخات متفرقة من الأمطار وقد تكون رعدية أحيانا في جرش 9 درجات إلى 13 أيضا 13 غدا في عجلون لكن هذه الليلة 7 درجات والزرقاء 15 درجة لنهار الغد وأمطار رعدية في كل من هذه المناطق أيضا تكون أجواء باردة وغالبا غائمة الصلط 11 غدا في الفحيس أيضا 11 درجة وأمطار كما نشاهد غرب عمان 6 درجات إلى 11 في شرق عمان غدا تكون 12 درجة مئوية مرج الحمام 7 درجات إلى 11 ودير علا 14 إلى 19 درجة وأمطار رعدية في كل من هذه المناطق ما دبا 8 إلى 14 أيضا أمطار كما نشاهد البحر الميت 23 غدا 13 في الكرك الطفيلة 14 درجة وأحتمالية لهطول أمطار هناك الرشادية درجة واحدة فقط ترتفع إلى 8 درجات مئوية الشوبك 3 درجات إلى 11 في معان 4 لهذه الليلة ورأس النقب 3 درجات إلى 8 البترة 13 درجة مئوية واحتمالية لهطول أمطار في المناطق الجنوبية العاقب 11 إلى 23 وديرم 18 غدا والجفر أيضا العظمى هي 18 درجة مئوية أما على المناطق الشرقية من البلاد نلاحظ أيضا أجواء باردة وماطرة في الأزرق مع 8 درجات إلى 18 درجة وأيضا أمطار رعدية كما نشاهد الصفاوي 6 درجات ترتفع غدا لتكون العظمى 16 درجة مئوية وأخيرا درجات الحرارة فيرويشد فهي ما بين 5 درجات لترتفع إلى 16 درجة وأيضا أمطار في هذه المنطقة إذن أجواء باردة خلال هذه الليلة وغالبا غائمة وتوقعات لهطول أمطار في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد وقد تكون غزيرة أحيانا لنهار الغد تتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة وتهطل الأمطار الرعدية في العديد من المناطق وقد تكون غزيرة أحيانا وأيضا تكون مصحوبة بالبرد مع 12 درجة لتنخفض ليلا إلى 6 درجات مئوية اليوم الثلاثاء تتأثر المملكة بمقدمة لمنخفض جوي ويتحول فيما بعد ليكون عاصفة جوية ممطرة في العديد من المناطق وتستمر ليوم الأربعاء مع 13 درجة وليوم الأربعاء 12 درجة ليلا تنخفض إلى 6 درجات ونكون معكم بالتفاصيل أكثر خلال النشرات الجوية المقبلة وأيضا من موقع طقس العرب لكم منا أطيب التمنيات والعودة لنشرة الأخبار اشتركوا في القناة